السلام عليكم هم طبعا كنت مهلا تتكلم عن اخر الارتفاكت عندنا ارتفاكت بتاعة scrum اللي هو الانكرمت من واقع scrum جيد نسخة 2020 الانكرمت البساطة هي عبارة عن الاضافات اللي احنا عمليين نضيفها على البرودك بتاعنا عشان البرودكول بتاعنا ولازم تكون الحاجات دي تشتغل مع الموجودة حاليا في البرودك او الانكرمت السابقة اللي احنا اضفناها على البرودك وتتكامل معها علشان فعلا تقدم value ونعتبرها كاضافة للبرودك بتاعنا احد المسكونس عن scrum ان احنا لازم نميت مع الستيكولدرس في نهاية السفرنت عشان ناخد منهم approval عشان نضيف الانكرمت على البرودكت اي حاجة بتميت definition of done في خلال السفرنت وcomplete it by التيم وapproved by product owner ممكن تروح لي البرودكت وتضاف كانكرمت على البرودكت بدون اي مشاكل وستيل برضو نروح على الستيكولدرس بتاعنا الحاجات الخاصة في السفرنت اللي ممكن تكون جزء كبير منها موجود pretty مضاف للبرودكت او موجود على البرودكتشن اللي احنا نشتغل في product software مش لازم يكون الستيكولدرس جيت علشان نريليز اي حاجة ونضيف اي حاجة لها value على البرودكت بتاعنا definition of done هو الcommitment بتاعتنا للincrement وبالتالي اي حاجة بنقول انها خلصت لازم تميت definition of done بتاعنا بيكون عبارة عن مجموعة من quality standards او الشيكلست احنا عملناها كتيم علشان نتأكد فعلا ان احنا خلصنا الحاجة دي ومرت على كل الحاجات المطوبة عشان تبقى completed و done item الحاجات دي بتنكريز الترانسبرانسي بين الناس اللي بتعمل شغل الناس اللي مستنيين من الشغل وبتالي اي item عارفين هو يعني ايه معنى انه اي حاجة ما خلصتش ومش بتميت definition of done ما ينفعش ان احنا نضيفها على البرودكت ولا كمان ينفع ان احنا نقدمها الستيكورت ستوانا في السفينت ربيو لكن احنا بس نرجعها تاني الي product باكلو عشان نشوف هنعمل فيها ايه بعد كده definition of done لازم يميت ال standards بتاعت ال organization اللي احنا بنشتغل فيه ان احنا مش بنشتغل لوحدنا احنا بنشتغل تحت مصالة organization وبنخدم business علشان deliver value ليه وبالتالي لازم نميت standards بتاعت ايه organization ممكن يكون عندها standards فيما يخص security الarchitecture ال policies بتاعتها لازم نميت الحاجات دي كمنمم ليه definition of done بتاعنا كمان ال team يقدر يعرف his own definition of done على زيادة على standards ديه فيما يتناسب مع ال product بتاعه ال developers لهم انبت مهم جدا في التعريف definition of done. لو multiple teams بيشتغلوا مع بعض في scaled environment زي ما احنا هنشوف ان شاء الله في الدروس اللي بعد كده لازم نميكشور ان هما عندهم the usual definition of done عشان فعلا نميكشور ان احنا عندنا بنضيف اضافات كويسة على ال product بتاعنا valuable تكون فعلا بتشتغل مع بعضها. ده كل اللي عايز اقوله في ال increment لو عاجبك في دير تعملوا لايك وساش تسبسكرايب في القناة ولليكم اي كومنت يريد تسيبوا لي في الكومنت شكرا لكم وشوفكم ان شاء الله في حلقة ثقائية بنشاك وشوفكم ان شاء الله خلالت نعم نعم